أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة قرارا في شأن قواعد وإجراءات تظلم أمام اللجان الانتخابية العامة من عملية الاقتراع أو صحة التصويت في الانتخابات الرئاسية تضمن قرار الهيئة حقية المرشحين أو وكلائهم بالطعن على القرارات التي تصدرها اللجان العامة في التظلمات المقدمة إليها وذلك خلال اليوم التالي لإصدار قرارتها فيها أمام الهيئة الوطنية للانتخابات وجاء بالقرار أن تفصل الهيئة الوطنية للانتخابات في الطعن على قرار اللجنة العامة الصادر في التظلم خلال اليومين التاليين على صدوره وذلك بعد سماع أقوال الطعن أو إختاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور